اهلا بكم في النشرة الرياضية استقبل سعدة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بمطار البحرين الدولي بحضور سعدة السيد عبد الرحمن بن صادق اسكر أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل أعضاء فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء والذي حقق المركز الأول في ترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة وأبين سعدة السيد هشام بن محمد الجودر إلى أن ما تحقق في الهند جاء ترجمة للعمل الكبير والمنظم الذي يقوله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذي ساهم في وضع فريق الفنون القتالية على الطريق السليم لتحقيق النتائج المتميزة في مختلف المحافل وصولا إلى تتويج بلقب بطولة الهند الدولية تنطلق مساء اليوم الجودة التاسعة من الدور السداسي لدور زين البحرين لكرة السلة وذلك بإقامة لقاءين يجمع الأول بين الحالة والأهل عند الساعة السادسة مساء تليها المباراة الثانية والتي ستجمع بين النودرات والنجمة عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة هذا وتقام المبارتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصمة ترجمة نانسي قنقر